أكدت الدول الأربع المقاطعة لقطر تمسكها بمطالبها وشروطها المتعلقة بوقف دعم وتمويل الإرهاب وذلك في بيان صدر عنها عاقب اجتماع وزرائها في البحرين التفاصيل في هذا التقرير ما تزال أزمة دول المقاطعة مع قطر تراوح مكانها رغم التحركات الدبلوماسية السعية إلى تحريك المياه الساكنة ومنع التصعيد في الأزمة المفتوحة الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت في بيان لها عاقب اجتماع في البحرين تمسكها بالمطالب الثلاثة عشر المطلوبة من قطر معلنة استعدادها للحوار مع الأخيرة إن أعلنت رغبتها في وقف دعم وتمويل الإرهاب وزير الخارجية البحريني الذي تل البيان قال إن قطر قدمت الملاذة الآمن لمتورطين في الإرهاب ونشرت خطابا تحريضيا مؤكدا ثبات موقف الدول الأربع والتزامها بمبادئ وقف دعم الإرهاب وتمويله ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى الوزير البحريني أوضح بأن الحكومة القطرية تعمدت إفساد موسم الحج فيما اتهمت قطر السعودية بوضع عراقيل أمام أداء مواطنيها للحج نفية أن يكون لديها سعي إلى تدويل إدارة موسم الحج في مكة المكرمة على خلفية الأزمة الأوقاف القطرية قالت إن وزارة الحج والعمرة في السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة إلا أن الرياض أكدت في وقت سابق أنها ستسمح للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام بدخول أراضيها مرفقة ذلك ببعض القيود إذن تأكيدات من الدول الأربع المقاطعة لقطر على التمسك بالمطالب وعلى وجود مجموعة خطوات أخرى يمكن اتخاذها ضدها إذا استمر الحال على ما هو عليه محملة الدوحة مسؤولية أي أضرار قد تقع على المواطن القطري جراء تواصل الأزمة